نروح معكم مثلاً لفرنسا. فرنسا بقى ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية خاصة الرغيف الفرنسي اللي بنقول عليه باجات. والباجات ده ده روح الفرنسوين زي العيش البلدي بتاعنا هم عندهم الباجات. ايه السبب بقى في الباجات ده أو الرغيف الفرنسي؟ بالسبب نقص حبوب القمح. كما نشرت أيضاً صحيفة لموند الفرنسية وهي قائمة كاملة بالمواد الاستهلاكية التي زادت خلال الأيام الأخيرة. وده طبعاً ناتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية. وطبعاً متمثلة في إيه بقى الليستة اللي كانت موجودة في جريدة لموند الماكارونا. الزيت الدقيق القهوة السكر الزبدة والبيض والدواجن يعني أهم السلع الغذائية زادت بشكل كبير جداً حتى في فرنسا. فطبعاً الموقف ما بين ألمانيا ما بين فرنسا يعني أنتوا شايفين الحال عامل زي.